السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد الفلاحة والصناعة والتجارة الوحدة الرابعة دائما الصناعة في الملاح الأسبوع الثاني مرجع واحدة الكلمات العربية للسنة الرابعة أتهيأوا للقراءة أذكر أنواع من الصناعات الحرفية التقليدية التي تشتهر بها بعض المدن المغربية إذن يمكن أن نقول تشتهر المدن المغربية بصناعة الخزفي وصناعة الجلد والنقش على النحاس ألاحظ وأتوقع أقرأ العنوان بتماع وأتأمل الصورة ثم أتوقع موضوع النص العنوان الصناعة في الملاح لاحظوا معي مجموعة من الذكاكين أو حي إذن يمثل مجموعة من الذكاكين العلم التجاورة هنا إشارة إلى أن هذا الحي فهو يعرف مجموعة من الأنشطة التجارية إذن من خلال قراءة العنوان وملاحظة الصورة أتوقع أن يتحدث النص عن الصناعات التقليدية والحرف التي اشتهر بها حي الملاح إذن سنقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا النص إذن تابعوا معي النص الصناعة في الملاح الملاح لقب يطلق في المغرب على الحي اليهودي وهو فضاء اجتماعي واقتصادي تحتجنه معظم المدن العاتقة بالمغرب أو المغربية كما يوجد في بعض القرى إنه المركز التجاري لليهود المغاربة الذي يمتهنون فيه العديد من الحرف والصناعات المنتظمة في أسواق مثل سوق الصرافين وسوق السقليين وسوق الصياغين إضافة إلى دكاكين الخرازين والجزارين والعطارين وكل ما تتطلبه الحياة الاجتماعية والاقتصادية لليهود المغاربة بالملاح منذ تاريخ طويل مارس اليهود والمسلمون بالمغرب الصناعات المختلفة إلا أن اليهود المغاربة تخصص في بعض المهن التي تعالج سياغة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والأحجار الكريمة والجواهر حيث اشتهر السياغ اليهود المغاربة في فاسة والصويرة مثلا بحذق وذوق ظل معروفين منذ قرون ومن أبرز السياغ في تاريخ اليهود بالمغرب جودة بن عطار الذي ظل يتكسب من مهنة السياغة رافضا أن يتلقى أجرة من مال الطائفة اليهودية مقابل وظيفته قاضي القضاة بفاس وتعد سياغة الذهب من المهن التي برع فيها اليهود المغاربة فكان يطلق على الصناع السياغ للذهب باللغة العبرية اسم صورفيم وبالعربية الذهابين أما اسم السكاكين أو الصياغين فهم الذين يشتغلون بالفضة كما تعتبر صناعة خيط المعدن الثمين من الذهب والفضة والأشغال التي تستعمل أو تستعمل هذه المادة الأولية الثمينة أكثر الصناعات اليهودية ازدهاراً ويبدو أن اليهود الأندلسيين قد نقلوا معهم هذه الصناعة إلى المغرب والتي تعرف بمهنة السقلين والسقليون هم أرباب عملها وعمالها لدرجة أن اسم كوهان السقلي إذن كوهان السقلي ما يزال منتشراً في المغرب إلى جانب ذلك مارس الصناع اليهود بالمغرب مهناً أخرى مثل صناعة النحاس الأصفر التي يمتهنها السفارون وصناعة الخيوط والملابس الجاهزة وصناعة المشت لنقش الصوف وصناعة إبزيمات الأحزمة وتطريز السروج والثياب وأحذية النساء بالذهب أو الفضة فضلاً عن صناعة الحريري وغيرها من المهن اليدوية وإذا كانت هذه المهن اليهودية تتمركز في الملاح فإن الصناع اليهود المغاربة كانوا يرتادون أسواق المسلمين لشراء المواد الأولية لصناعاتهم ولإنجاز صفقاتهم التجارية كما أنهم كانوا يملكون بعض الدكاكين خارج الملاح مما يؤكد التعايش الاجتماعية والاقتصادية الذي كان سائداً بين المغاربة مسلمين ويهوداً إذن هذا هو النص الآن سنجيب عن الأسئلة إذن السؤال الأول سنستخرج من فقرات النص ما يرادف الكلمات الآتية إذن القديمة مرادفها العاتقة أصحاب أرباب بإتقان بحذق يقصدون يرتادون سؤال الثاني أنجز خريطة كلمة شراء إذن خريطة الكلمة إذن نوعها نوعها اسم إذن شراء نوعها اسم مرادفها ابتياع ضدها بيع نركبها في جملة يشتغل أبي في شراء وبيع الخردة السؤال الثالث أحدد خمس كلمات تكون عائلة كلمة صناعة إذن عائلة كلمة صناعة صناعة صانعون مصنوعون صنعون مصنعون إذن الفعل اسم الفاعل اسم المفعول المصدر ثم اسم المكان السؤال الرابع ما المقصود بالملاح وما أبرز مميزاته إذن الملاح هو الحياة الذي يقتن به اليهود في المغرب ويعتبر فضاء اجتماعيا واقتصاديا ومركز تجاري يوجد في معظم المدن المغربية العاتقة سؤال خامس أختار الجواب الصحيح لما يأتي مع التعليل برع الصناع اليهود المغاربة في إذن الجواب الصحيح هو صناعة المعادن الثمينة إذن التعليل من النص إذن الجملة الآتية إلا أن اليهود المغاربة تخصصوا في بعض المهن التي تعالج صياغة المعادن الثمينة إذن هذه الجملة التي تدل على الجواب السؤال السادس أستخرج من النص لائحة الصناعات التي اشتهر بها الملاح إذن اشتهر الملاح بصناعة أو صياغة المعادن الثمينة صناعة خيط المعادن الثمين صناعة النحاس الأصفر صناعة الخيط والملابس الجاهزة السؤال السابع ما الذي يدل في النص على التعايش بين اليهود والمسلمين في المغرب إذن عبارة الدالة على ذلك فإن الصناعة اليهود المغاربة كانوا يرتادون أسواق المسلمين لشراء المواد الأولية لصناعاتهم ولإنجاز صفقتهم التجارية كما أنهم كانوا يملكون بعض الدكاكين خارج الملاح مما يؤكد التعايش الاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدا بين المغاربة مسلمين ويهودا إذن هذه العبارة الدالة على التعايش بين اليهود والمسلمين في المغرب أختار الجواب الصحيح إذن يهدف الكاتب في النص إلى التعريف بملاح اليهود المغاربة وصف صناعة اليهود المغاربة أو التعريف بصناعات اليهود المغاربة إذن أكيد الجواب الصحيح هو الجواب جيم أركب وأقاوم أصغ الفكرة العامة للنص في جملة مفيدة إذن الفكرة العامة يعتبر حي الملاح من أشهر الأحياء المغربية اليهودية ويتميز بأنشطة اجتماعية واقتصادية مختلفة السؤال الثاني أعبر عن رأيي شفهيا في الصناعات التي اشتهر بها الصناع اليهود المغاربة في الملاح إذن تنوعت الصناعات التي اشتهر بها الصناع اليهود المغاربة في الملاح مما ساهم في غنى وتنوع الصناعات بالمغرب إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا إن شاء الله في فيديو قادم دائما على نفس القناة إلى اللقاء